كانت الرأس حربة برضو كانت المران محسن ممكن فرصه او اخد فرص كتير بالنسبة لبعض الناس هم ما بيتكلموا على فرص مرانه لكن الامور بالنسبة له صعبة صعبة في ايه؟ في ان هو يدي مقنان لجمهير الالي ويبقى رقم واحد بالنسبة للفرص النادي الالي طب انا عايز اجل السؤال ايه ال طب انا لسه ما كمالش سؤال طب اتفضل يستمر مع النادي الالي ولا يبقى فيه تجربة تانية بالنسبة له بره النادي الالي انا شايف هجوم غير مبرر على مروان محسن يعني انا النهاردة لما لما كل المدربين اللي مسكوا النادي الالي في الفترة اللي موجود فيها مروان محسن بقى هو المهاجم المروح الناس دي كلها يعني الناس دي كلها ما بتفهمش في الكرة فيه فيه اوقات كتيرة جدا اللعيب بيبقى مش موافق اللعيب بيبقى جماهريا هو الناس مش مبسوطة منه انما تاكتيكيا في الملعب هو بيعمل حاجة للمدرب ودي قالها حتى كابت النسام قالك فيه حاجات يعني فيه لعيبة بتبقى مظلومة في الملعب يعني انا فيه لعيبة بتبقى موجودة في الملعب بتعمل حاجات مش ظهرة لأي حد غير للمدرب تمام؟ هو ليحس بي وتيجي انت النهاردة كمدرب ما تشلوش ويجي الجمهور كله والمدربين يقول الجماهير كله بتفرق ما تشلوك هو فلان ده بيلعب ليه؟ ايه الاساس او ايه ال فالنهاردة لما يكون مروان مثلا بيلعب مع فيلر وجيه مثلا اللي صارت يقعدوا وجيه كلترون مشاو وجيه مش هاتفق مع الجمهور انما النهاردة كله بيلعبوا بما فيهم مدرب منتخب مصر لعبوا يعني اه ما هواش الاداء اللي انت منتظره ليه لان برضو خلي بالك احنا فكرة الجمهور عندنا في المهاجم ايه؟ الجون انت لو ما جبتش جون بقيت انت وحش انما انا ممكن النهاردة النهاردة ممكن اتحرك تحرك من غير كرة ممكن اوسع لزميلي ممكن اعمل مساحات للاطراف للناس اللي جاء من العمق في حاجات بتتعامل المدرب شايف؟ تمام يعني تبقى احنا جمهور الكرة انا بص انا مش معي يكمل او ما يكملش بدام المدير الفني شايف انه هو يصلح لطريقة اللعبة اللي هو بيلعب بها هو قدرى يعني هو قدرى الناس باللعبة اللي موجودة عنده ممكن اتحرك الناس اللي موجودة